طبعا بالتوفيق إن شاء الله المنتخبنا الوطني لكرة اليد وأيضا للمدير الفني الجديد وعلى فكرة هو مدارب كبير ومدارب فاهم وكمان مخرج أجيال من تحت إدري حتى في المجال التدريبي وطبعا لو نفتكر كمان هو كان أحرز في 2005 على معتقد مع منتخب أسبانيا بطولة العالم وهو المفروض يعني بينهي خلاص التعاقد الحالي مع النادي بتاعه اللي هو النادي المجري وإن شاء الله يعني هيتفرغ بشكل كامل لمنتخبنا القومي وعلى فكرة هم يعني بيلقبوه كده بلقب الأستاذ يعني أي أن كان بقى الألقاب إيه أنا بالنسبة لي أهم حاجة النتائج بالتوفيق لي إن شاء الله وطبعا بنشكر أكيد المدير الفني السابق بروندو على الأداة والنجاحات كمان اللي عملها مع منتخبنا الوطني طيب لسه برضو بنكمل معكم مع اليد ولكن بقى مع إيه مع الفريق الأول للسيدات الفريق الأول لسيدات كوت اليد بالنادي الأهلي طبعا ده كمان بقدرة مديره الفني الكابتن محمد عادل ما شاء الله يعني هم المفروض ككسبوا خلاص كده بطولة الدوري بشكل واضح جدا للدوري العمومي للموسم اللي احنا فيه في 2022-2023 والأهلي كسب الدوري بعد ما فاز على فريق سبورتينج بنتيجة 28-24 في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري واللي تلعبت طبعا يعني على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية الأهلي كان بدأ مشواره في المرحلة دي بالتعادل مع الزمالك بنتيجة 25-25 وبعدين فاز على الشمس بنتيجة 29-26 وكان آخر فوز على نادي سبورتينج واللي كان لسه يعني من دقايق يعني وبكده خلاص قدر الأهلي أنه يحقق يعني السنائية المحلية بعد فوزه بكأس مصر من حوالي أسبوع وده كان بعد فوزه على غريمه طبعا والنادي الزمالك بنتيجة 33-23 وأكيد برضو المنافسة هنا منافسة مش سهلة بنشوف برضو عندنا فيه تطور كبير جدا ووضح في أداء برضو للسيدات والأخص يعني كورت اليد فطبعا بالتوفيق وكمان ببارك للنادي الأهلي هروح معاكم للسلة الفري الأول لرجال كورت السلة بالنادي الأهلي طبعا ده كمان بقادة مديره الفني الأسباني أوجستي بوش بيلعب المفروض يعني دلوقتي مع نادي سيتي أولييرز الأوغاندي في الجولة التانية من مجموعة النيل لتصفيات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري المطشة خلاص يعتبر يعني بدأ من سبعة ونص كده من حوالي ربع ساعة وده بيتلعب على صلة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر والأهلي فاز في الجولة الأولى على فريق نادي فيرو فيارو المزنبيقي بنتيجة 74-92 البطولة مشارك فيها ستة أندية وهم الأهلي وسيتي أولييرز الأوغاندي وبترو دي لواندا الأنجولي وكيبتاون الجنوب أفريقي وسلاك الغيني وفيرو فيارو المزنبيقي هتأهل منهم أربع فرق بس لنهايات البطولة دي واللي هتكون الشهر اللي جاي إن شاء الله في رواندا والأهلي هلعب إن شاء الله المطش اللي جاي مع فريق كيبتاون الجنوب أفريقي يوم التلات الساعة تمانية ونص والأهلي بيعام طبعا بالتتويج بلقب البطولة علشان يكون التاني نادي مصري يحقق يعني اللقب ده إن شاء الله بشكل الجديد طبعا بعد نادي زمالك واللي فاز بيها في شهر خمسة بالأخص 2021 كل توفيق إن شاء الله ليكم يا أبطال ولسه برضو بنكمل معاكم في الباسكت لجنة المسابعات بالاتحاد المصري لكورة السلة طبعا برئاسة الأستاذ أحمد كامل خلاص أعلنت يعني موعيد ماتشات نهائي بطولة دوري السوبر للموسم اللي إحنا فيه 20-22-20-23 واللي هتكون إن شاء الله ما بين الاتحاد السكندري والأهلي النهاية هتلعب بنظام الباست أوف طبعا 5 يعني اللي هيفوز بتات ماتشات من أصل خمسة هيفوز باللقب عطول والماتشات هتكون على الصلاة الدولية للشباب والرياضة في 6 أكتوبر الماتش الأولاني هيكون يوم الأربع الساعة 10 بالليل إن شاء الله يوم 10 مايو عفوا الساعة 8 ونص بالليل والتاني ماتش هيكون يوم 11 مايو الساعة 7 مساء أما الماتش التالت فيكون يوم 13 مايو الساعة 7 مساء إن شاء الله والماتش الرابع هيكون يوم 15 مايو برضو الساعة 7 الماتش الخامس لو إحنا بقى يعني جاء نروح بقى ليه هيكون يوم 17 مايو اللي هو هيكون الساعة 7 برضو والأهلي كان صعد النهائي بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك أما الاتحاد السكندري فكان التأهل بعد فوزه على جاره نادي سموحة الأهلي يعتبر هو حامل لقب البطولة الماضية خلاص بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 في النهائي طبعا اللي كان على صلاة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر وبرضو أكيد ده هيكون برضو ليه شكل خاص وفيه قوة في البطولة وفي المنافسة لو بنتكلم في البيست أو فايف يعني أو حتى سري برضو عندنا في ملحمة فيه عندنا يعني لا فيه شغل كبير جدا بيتم ما بين الأندية وبعضها وبالأخص اللعيبة في الملعب بنشوف شغل اللي بقى مدربين بنشوف بقى شغل بيطلع لأرض الملعب كده بشكل كبير